الغيبة حلال في ست حالات بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد رجب فيديو جديد اول حاجة لو كان الغرض التظلم مديرك ظلمك واسائلك فانت روحت الرئيس مجلس الادارة وقلت له فلان اسائلي وظلمني وشتامني دي غيبة اه بس حلال لان ده اسمه التظلم اتنين التعريف بتقول له فلان عارف حسين اقولك حسين مين حسين الشغال حلق لا لا ما عرفوش اللي بيته جنب الجامعة لا لا ما عرفوش حسين الايه المليان شوية دي غيبة بس انت قصدك منها التعريف بس ما نفعش تقوله التخين شوية وهو مثلا ممكن تعرفه بصفة عادية جنب البيت بيته جنب المسجد مش عارف ايه ما عرفناش فبنقول صفة معينة فيه وخصدنا التعريف ده جائز ومش حرام تلاتة التحذير الراجل جاي يقولك فلان حيتقدم لبنتي ايه رأيك فيه ماقولوش انا ما اتكلمش على حد لا هنا واجب اللي انا اقول له لا ده فلان ده اخلاقه سيئة فلان ده ما بيصليش ده واجب علي ايه ده ده دي مش غيبة لا ده غيبة حلال ليه لان او غيبة جائزة لان ده من باب التحذير واحد داخل يقولك فلان حيشاركن في مطعم وانتعرف انه مش امين لا اهنا تقوله ده مش امين فدي جائزة اربع الاستفتاء الاصلي احنا بنروح نقول يا شيخ ما الحكم فيه كذا 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 لكن الشيخ مثلا منطقة بتاعتكم قالك والله طب مين قولي مين اللي كان المراسي اللي بتتكلم عنه ده عشان حينبني عليها حكم حينبني عليها اثر في الفتوى حتقول ده اخويا اخويا اللي اكل المراس وهو عارفه وعارفك فممكن يتبقى الفتوى ادق فمدام فيه بواقع الاستفتاء او من جهة الاستفتاء فده جائز وليست حرام خمسة المجاهر بالفسق هو ماشي يقول الناس اربع اشرب بنجو هو فرحان بكده فاته لو قلت انه بيشرب بنجو لانه مجاهر بالفسق جائز بس بشرطين متقولش مثلا هو بيمش مع ستات لا هو مدام كاتب الموضوع ده يبقى ما تتكلمش عنه انما احنا نقول الحاجة اللي بيجهر بيها مش بقى نقول خلاص ده كده عرضه مستباح لا هو بيجهر بالني بيشرب بنجو زايد انه كل التحذير مش عمل على بطال يبقى واحد ماشي معاقل وخلي بالك ده بيشرب بنجو يبقى المجاهر بالفسق ستة الاستعانة على ازالة المنكر لقيت في جيب ابن واحد صاحبك مخدرات فقلت له يا ابن ماينفعش يا ابن ماينفعش كذا مرة وما فيش فايدة لا في الحالة دي اقول لابوه خلي بالك ابنك بيفعل منكرات علشان استعين بابوه انه يمنعه من المنكر با ده ست حالات يجوز فيها الغيبة القطح ليس بغيبة فيه ستة متظلم ومعرف ومحذري ومستفت ومجاهر فسقا ومن طلب الاعانة على زوال منكري دعم الفيديو بشير وليكم منشرف القناة شوفكم مرة الجاية والسلام عليكم